بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين في كل يوم جديد خبر جديد نستعرض أبرز عنوينه ونذكر تفاصيل في برامج حديث الصحفة من النهار الإخباري الأولى في الجزائر بجولة لأبرز ما تحدثت عليه الصحفة الوطنية وكالدولية وأخبار المواقع وكالعادة البداية بالصحفة الوطنية وبجريدة النهار وبأبرز عنوينها والتي جاء على صفحتها الأولى هذه هي مقترحات إنهاء إضراف معلمي الابتدائي وحسب النقال فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستصدر تعليمات ضد المديرين والمفتشين الذين يقومون بتصرفات تعصفية ضد المعلمين كما أكدت أنه لا توجد أي منحة للمعلم ما عدا منحة المنطقة إضافة إلى استحالة تحويل المدارس الابتدائية إلى وزارة التربية كما شددت على أن حراسة التلاميذ وإطعامهم يعتبر ضمن النشاطات التربوية كما عنوانت الجريدة أيضا جزائريون لتعويض الهنديين والباكستانيين في حقول استكشاف البترول والغاز وذكر المقال أنه سيتم إلزام مجمع سونتراك والشركات الأجنبية المتعاقدة معها بتوظيف جزائريين ينحدرون من كل ولايات قصد تكوينهم لمباشرة العمل لفور انطلاق أو انطلاق عمليات استكشاف البترول والغاز لتعويض الهنديين والباكستانيين بالحقول على مستوى الجنوب والهضاب العليا وحسب المقال فإن هذا ما كشف عنه وزير الطاقة محمد عرقاب في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات في شأن آخر قالت الجريدة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت أمس أنها لم ترسل اندارات أو إعذارات لأي مترشح لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر المقبل لعدم احترام برنامج الحملة الانتخابية أو مثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الموقع عليها وفي سياق ديسلة قال علي ذراع أن السلطة المستقلة للانتخابات وبعدما تحصلت على موافقة المتسابقين الخمسة على كرسية مرادية لإجراء مناظرة تلفزيونية فهي تنصق الآن بين المترشحين لإيجاد تاريخ يناسب برنامج حملتهم الانتخابية لأجل المناظرة وحسب النهار الجديد دائما وفي مقال آخر فإن اتحاد أو دول الاتحاد الأوروبي لها دينها حسب العنوان ولا نديننا ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا وحسب ما ذكره المقال فقد دعا الناتق الرسمي باسم الحركة حسن رابحي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر مؤكدا على أن الجزائر تعيش حالة استقرار وتحضر لمرحلة حاسمة وتعرف كيف تسير شؤونها من دون الحاجة إلى مساعدة أجنبية وبعد هذا التصريح الأول من نوعه والذي جاء كرد من الحكومة الجزائرية على لسان الناطق الرسمي الذي قال بصريح العبارة مخاطبا البرلمان الأوروبي لكم دينكم ولنا ديننا وأضاف لا تتدخل في شؤوننا الداخلية قال جريدة المساء أن وزير الفلاحة وتنمية الرفية والصيد البحري شريف عماري كشف أمس في تصريح لجريدة المساء أن التحضير لإصدار تعليمة بالتنصيق مع وزارة التجارة لحظر أو منع استراد كل أنواع اللحوم الحمراء والمجمدة والطازجة من الخارج مع تحويل اهتمام الموردين إلى استراد أبقار حية لذبحها بالجزائر وذلك ضمان الجودة أو لضمان الجودة والنوعية مع تخفيض الأسعار يومية المحور ذكرت بأن بنك الجزائر يرفع سعر الأورو تزامنا مع حجوزات احتفالات رأسي السنة وحسب تفاصيل المقال فقد رفع البنك أسعار صرف عملة الأورو بصفر فاصل تسعة واربعين دينار جزائري للفترة الممتدة ما بين الرابع والعشرين إلى تلاتين نوفمبر الجاري حيث يتداول سعر صرف الأورو بثلاثة عشر فاصل سفر سبعة ألف دينار عند الشراء وثلاثة عشر فاصل سبعة وثمانين ألف دينار جزائري عند البيع في الوقت الذي يزيد الطلب على العملة الأوروبية في هذه الفترة تحضيرا لاحتفالات رأسي السنة فيما خفض من قيمة السعر صرف عملة الدولار بإحدى عشر فاصل ثمانية ألف دينار جزائري عند الشراء واثنى عشر فاصل خمسة ألف دينار جزائري عند البيع أي بفارقة بحدود صفر فاصل خمسة وعشرين دينار جزائري مقارنة بالأسبوع الفارض إلى جريدة وقت الجزائر التي قالت في عددها اليوم أن وزير السكن والعمران والمدينة كامل بلجود شدد أمس على ضرورة الإسراع في تدارك إنجاز أو تدارك التأخر في بعض مشاريع السكن مع تأكيدها على احترام معايير نوعية ودع وزير السكن في هذا الصدد إلى التعامل بصرامة مع وسائل الإنجاز المتقاعسة وإدراجها ضمن القائمة السوداء وعين الوزير حسب المقال بلدية تيميمون ورشة مشروع إنجاز خمسين سكن عمومي مدعم سنف ثلاث غرف إلى جريدة الموعد اليومي التي تحدثت عن تنظيم صالون السيارات لسنة 2019 في طبعته العشرين بصفة رسمية عقب الانتخابات وذلك خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر إلى الثامن وعشرين ديسمبر القادم وهو ما أكدته إدارة قصر المعارس صفاكس أمس الأحد بحسب ما جاء في موقعها الرسمي وأنه سيحضر الصالون المصنعين أو سيحضر عفوا الصالون المصنعين الستة للسيارات السياحية وأيضا منتج المركبات النفعية ومتعامل كذلك قطع غيار السيارات وشركات المناولة في مجال الصناعة الميكانيكية والتركيب والذين يعادل عددهم أو يصل عددهم إلى خمسين متعاملا في السوق حسب جريدة الجزائر التي جاء في أحد مقالتها اليوم بأن مستشار وزير السياحة والصناعات التقليدية جوتي عبدالقادر قال أن الصالون الدولي للسياحة والأصفار العشرين الذي انطلقت فعاليته أمس بقصر مفدي قصر الثقافة مفدي الزكريا بالعاصمة أنه سيقدم عروض مغرية لكل أنواع المنتوجات السياحية تصل إلى أكثر من خمسين في المئة كتخفيض وكشف أن الصالون يشهد حضور مئتي مشارك لتلبية رغبات الزوار وأضاف جوتي عبدالقادر إن المعرض فرصة سانحة للتعريف المواطنين بكل الإمكانيات والفرص المتاحة لقضاء العطلة الشتوية بمختلف أو بأسعار منخفضة وفي ظروف حسنة يومية البلاد عنونة الممرضون يعلنون إنهاء الهدن والعودة للاحتجاجات وذكر المقال أن النقابة الوطنية لشبه الطبيين أعلنت في قرار العودة إلى الاحتجاجات مباشرة بعد انقضاء موعد الانتخابات الرئاسية للمطالبة بتسوية المطالب العالقة وتفعيل نظام ألامدي الذي لا يزال غير مطبق لأسباب مجهولة حسب النقابة وصعدت النقابة على لسان أمينها العام غاشلوا الناس لهجتها حيال التأخل المسجل في ما وصفته بتطبيق ما تضمنه محاضر الاتفاق الموقع بين الطرفين في عهد الوزير السابق بخصوص المسار المهني ومراجعة الأجهور والنظام التعويذي حيث أوضح المتحدث أن التقاعس في تربية المطالب لا علاقة له بغياب الإمكانيات المالية وإنما المشكل متمركز حول ذهنية مسؤول الوزارة التي تعرقل معالجة ملف شبه الطبيين إلى جريدة يومية الإكسبريسيوم التي ذكرت بأن عجز الميزان التجاري يبلغ خمسة مليار دولار في تسعة أشهر وحسب المقال فقد كشفت مدير الدراسات أو مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أمس أن قائمة أهم زبائن الجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2019 والتي عرفت تغيرات سواء ارتفاعا أو تراجعا نحو هذه الدول مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وكشف ذات المصلحة أن الصين تتصدر القائمة بحجم صادرات تقدر بـ 6.09 مليار دولار باتساع كبير عن صاحبة المركز الثاني وهي فرنسا بـ 3.25 مليار دولار حسب يومية لوريزوف إنه أبحرت أمس في الرابع والعشرين نوفمبر 2019 من ميناء الجزائر مفرزة متكونة من ثلاثة سوفا حربية تابعة للقوات البحرية الروسية بعد مشاركتها في المناورة البحرية المشتركة الجزائرية الروسية 2019 بالواجهة البحرية الوسطى في الفترة من الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري وذلك في إطار تطبيق برنامج التعاون العسكري ثنائي الجزائر الروسي لسنة 2019 المصادق عليه من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعب حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني مشاهدين نمر إلى برز ما تحدثت عليه المواقع والبداية بالنهر أولاين الذي عنونا قطع أو تحدث عن قطع الطريق السريع بين تيبازا والعاصمة بسبب الأشغال بداية من الغد وحسب الموقع فقد أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية تيبازا عن قطع الطريق السريع من تيبازا اتجاه العاصمة على مستوى وادي مازفران اليوم الاثنين وقالت أن قطع الطريق سيكون بسبب أشغال مشروع منشأة فنية عبارة عن جسر من الساعة السابعة مساء إلى ثانية صباحا من يوم الثلاثة مع وضع انحراف بجانب مركز الصمي البوكم بدوود البحرية كما سيقطع الطريق السريع من العاصمة اتجاه تيبازا على مستوى وادي مازفران كما قلنا يوم الثلاثة من الساعة الثامنة مساء إلى الثانية صباحا من يوم الأربعاء كذلك من أجل مباشرة هذه الأشغال ذكر موقع جيفاندكات أنه احتج أمس طلبت كلية المحروقات والطاقات المتجددة بجامعة ورغلا على ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء من مسابقات التوظيف في قطاع المحروقات بصفتهم من حامل الشهادات الجامعية التي تملحهم الأولوية في التوظيف ورفع الطلب المحتجين لشعارات تغيير الجزائر يتطلب إنصاف النخبة لا تهميشها ولا مزيد من التهميش لخرج المحروقات كما طالبوا بفتح مسابقات توظيف وطنية عادلة لصالح خريج تخصصات المحروقات دون استثناء مع إيجاد سبل منافسة لضمان توظيف أهل الاختصاص في مناصب تتعلق بمجالاتهم وتخصصاتهم الدراسية مشاهدين نمر إلى أبرز ما تحدثت عليه الصحف الدولية والبداية بجريدة لوفيغارو التي قالت بأن الرئيس الروماني كلاوسي وعنيس مرشح الحزب القومي الليبرالي يفوز بولاية ثانية مؤكدا التوجه الأوروبي لبلاده وقد فاز كلاوس على منافسته رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانشيلا المنتمية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وفق استطلاعين للرأي أظهر حصوله على 64.8% إلى 66.5% من الأصوات ويعتبر هذا الفوز انتصارا للتوجه الأوروبي لبخارست وأظهر استطلاعا واستطلاع رأيه حقب الخروج من صناديق الاقتراع في رومانيا الأحد أن الليبرالي كلاوسيوهانس قد فاز بولاية رئاسية ثانية بعد دورة انتخابية ثانية حسب المقال أكدت التوجه الأوروبي للبلاد إلى ذو جارديان التي قالت أو تحدثت عن وثائق مسربة لأول مرة انكشفت بالتفصيل قيام السلطات الصينية بغسل أدمغة ممنهج لمئات الألاف من المسلمين الإيغور في سلسلة من معسكرات السجون شديدة الحراسة حسب جارديان وطالما أدعت الحكومة الصينية في حسب المقال أدعت أن المعسكرات في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى شمال غربي البلاد تقدم التعليم والتدريب الطوعيين لكن وثائق رسمية تظهر كيف يتم حبس السجناء وتلقينهم ومعاقبتهم ونفس فيروسين لدى بريطانيا صحة الوثائق ووصفها بأنها أخبار مزيفة ويعتقد أن حوالي مليون شخص معظمهم من أقلية الإيغور المسلمين قد احتجزوا دون محاكمة حسب المقالة إلى جريدة العربي الجديد التي قالت بأن الرئيس التونسي الأسبق ورئيس حزب حراكة تونس الإرادة محمد منصف المرزوقي قال الأحد في رسالة إلى الشعب التونسي بأنه انسحب واعتزل الحياة السياسية والحزبية وأعلن استقالاته من حزب الحراكة وتوجه المرزوقي بكلمة لتونسيين أكد فيها أنه آثر نتائج الانتخابات الأخيرة أو عفوا إثر الانتخابات النتائج الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراكة وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وكذلك أمتي التي سواصل خدمتها بما أستطيع بطريق وفي مجالة أخرى رويترز عنونة إيطاليا تسمح برصو سفينة إنقاذ إسبانية على متنها 73 مهاجرا إفريقيا وقال رئيس بعثة إنقاذ إسبانية يوم الأحد أن السلطات الإيطالية رفضت السماحة بدخول سفينتها أوبن آرمنز إلى أحد موهن البلاد لتستمر محنة السفينة التي تقطعت بها السبل في ظروف صعبة بالبحر المتوسط وعلى متنها ما يزيد عن 70 مهاجرا إفريقيا جراء نعم وجراء انتشال 73 مهاجرا كانوا مكدسين في قارب المطاطي على بعد نحو 50 ميلا قبالة ليبيا مساء يوم الأربعاء الفارط وقالت بعثة أوبن آرمنز أن إيطاليا سمحت للسفينة بدخول مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة لكنها رفضت رسوة السفينة مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختام جولتنا اليوم في أبرز ما تحدثت عليه الصحافة الوطنية وكذا الدولية لكن أخبارنا متوصلة دون استمرار دون انقطاع من النهار الإخباري الولاد في الجزاء إليكم مني أحلى تحية والسلام عليكم